تحت رعاية وزيرة الثقافة إناس عبد الدايم تواصل دار الأبرى المصرية تنفيذ خطة إحياء ذكرى رموز وإعلام الموسيقى والغناء حيث تنظم احتفالية كبرى بمناسبة مئوية الفنان منير مراد وذلك على المصرح الكبير بدار الأبرى للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم بعد التحية ما هي الأجواء لديك خاصة في هذا الجو ربما يتسم بالبرودة بعض الشيء نعم بالفعل من دار الأبرى المصرية ومن أمام المصرح الكبير بالفعل بالرغم من وجود هذه الأجواء الباردة على المواطنين ربما درجات الحرارة هي قليلة جدا مقارنة بالمعتاد في الشتاء في هذه الأيام ولكن مع ذلك هناك حضور فوق المتوسط بالفعل لهذه الاحتفالية الخاصة وهي الاحتفالية الخاصة بمئوية الفنان الراحل مونير مراد هناك بالطبع حضور ولكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمسافات والتباعد الاجتماعي وأيضا توجيهات بارتداء الكمامات ولكن إذا تحدثنا عن هذه الليلة الخاصة هي ليلة بالطبع لحفظ التراث الفني المصري طالما اعتدنا من دار الأبرى المصرية على حفظ هذا التراث ولكن ربما اليوم يتم عرض أوبرتات خاصة بالراحل الفنان مونير مراد هذه الأبرتات التي اكتلفت طالما اتسمت عروضه السابقة بالاستعراض الراقص مثل بالطبع العديد من الاستعراضات الخاصة بالعندليب الأصمر عبد الحليم حافظ ومعبودة الجماهير شدية ربما أيضا مثل الأبرتات الخاص بحاجة غريبة أو أيضا هناك بعض الأبرتات التي تم عرضها اليوم لأول مرة مثل دق الشماسي ذلك هناك أيضا حالة من النستالجيا حالة من العودة للزمن الجميل بين الجماهير وربما أيضا بين الإعلامين الذين حضروا وبالفعل هذا العرض اليوم هذا العرض بين إخراج الدكتورة جيهان مرسي وأيضا بالحان وبالطبع يعني ريادة ورئاسة المايسترو محمد الموج وعندما تحدثنا معه تحدث عن خاصية هذا الاحتفال اليوم وهذه الأغاني والأبرتات المختلفة لأن الراحل المدير مرادة دماء يعني تنوعت مواهبه من تمثيل وتنوعت مواهبه من كتابة وتلحين أيضا وخصوصا عمله مع كما ذكرنا مع معبودة الجماهير شدية وأيضا العندليب الأصمر عبد الحليم حافظ هناك العديد من الأبرتات وهناك أنا أيضا في بداية الحفل فيلم تسجيلي عن حياة مونير مراد وأيضا عن أهم الأعمال التي اشتهر بها في أيامه التي بالطبع ترك بصمة هامة جدا لكل محبي الفن ولكل محبي رواد دار الأوبرا المصرية هي دار الأوبرا المصرية تحتضن مرة أخرى الفن وأيضا تحتضن الفنانين الصغار وإنشاء الأجيال الصعيدة كل الشكر وتقدير زميلي كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري إلى دار الأوبرا المصرية شكرا جزيلا لك